موعيد العمل الرسمية في المصنع محددة على اساس ان عدد ايام العمل في الاسبوع ست ايام يبقى عدد الايام قد ايه؟ عدد الايام ست ايام وعدد ساعات العمل في اليوم ساعات العمل ساعات اليوم سبع ساعات المطلوب ايه؟ عايز اجر العمل المستحق؟ اجر العمل المستحق علما بأن معدل الأجر الإضافي يعادل 150% من الأجر العادي الأجر الإضافي بيساوي 150% من الأجر العادي نحل الكلام ده إزاي أول حاجة هو قال لي أن ساعات العمل قد إيه ساعات العمل 54 ساعة طيب اليوم شغال كم يوم؟ شغال 6 أيام ساعات اليوم قد إيه 7 ساعات يبقى أن أول حاجة لازم نعملها نجيب ساعات العمل نقول ساعات العمل الفعلية بيساوي عدد الأيام في ساعات اليوم عدد الأيام قد إيه 6 أيام ساعات اليوم قد إيه 7 42 ساعة دي ساعات العمل الفعلية طيب نجيب بعدها ساعات العمل الإضافي هو قال لك أن ساعات العمل كلها 54 ساعة في الأسبوع يبقى أن نجيب عدد الساعات الإضافي يبقى عدد ساعات الإضافي بيساوي الساعات الكلية ناقص ساعات الفعلية اللي هو الوقت الفعلي يعني بيساوي الساعات الكلية كم؟ قلنا 54 الفعلية الفعلية قد إيه 42 يبقى هو أشتغل كم ساعة إضافي؟ اشتغل عندي 8 ساعات إضافي 8 ساعات إضافي تمام كده؟ ماشي كده عرفنا الساعات الفعلية يبقى نعرف نجيب أجر العامل العادي يبقى نقول هو القانون بيقول لي الأجر العادي بيساوي ساعات العمل في أجره في الساعة ساعات العمل الفعلية قد إيه؟ 42 يعني هساوي الـ 42 أجره في الساعة قد إيه؟ هو حسيب لي أجره في الساعة 4 جنيه يبقى الـ 42 في 4 بيساوي 168 جنيه ده أجر العامل العادي طب هو العامل اشتغل وقت إضافي ولا لأ؟ آه يبقى الأجر الإضافي نحسيبه الأجر الإضافي بيساوي عدد الساعات الفعلية قد إيه؟ عدد الساعدات الفعلية بتاعته 12 ساعة الإضافية عدد الساعات الإضافية بتاعته قد إيه؟ بيساوي عدد الساعات الإضافية فيه المعدل الزمق المعدل الأجر بتاعه ماشي فيه اجر العامل عدد الساعات الاضافية قديه 12 ساعة المعدل قديه 150% يعني 150 على 100 فيه اجره في الساعة قديه 4 جنيه بيساوي قديه بيساوي 72 جنيه 72 جنيه تمام يبقى احنا كده جبنا ايه جبنا اجر العامل العادي وجبنا الاجر الاضافي يبقى العامل هيجي يبقى في الاخر قديه حجمع الاجر العامل العادي الاجر العادي زائد الاجر الاضافي يبقى نيجي نقول كده هون نبص مع بعض يبقى الاجر المستحق بيساوي الاجر العادي زائد الاجر الاضافي الاجر العادي قديه احنا طلعناه 168 جنيه زائد الاجر الاضافي قديه 72 جنيه يعني بيساوي 240 جنيه يبقى كده احنا حلينا المسألة بتاعتنا يبقى عرفنا بنعمل ايه هو بيديني عدد ساعات قالك عدد ساعات دي اشتغالها في الاسبوع بس ادالي معلومة وقال لي قال لي ان احنا بنشتغل في الاسبوع في الوقت العادي بتاعي 7 ساعات يبقى جبنا عدد ايام الاسبوع اللي هم 6 ايام وضربناهم في السبعة جبنا جده ساعات التشغيل اليومي طيب ساعات التشغيل اللي هو الفعلية المفروض بيشتغلها طيب الوقت الاضافي احسيبه ازاي هو قال لي انا بشتغل 54 ساعة قال لي بشتغل 54 ساعة وقال لي وعرفت انا المفروض ان انا عندي سبعة ساعات في اليوم مع 6 ايام ل 42 ساعة ده الفعلي طب الاضافي قدي هحسب هطرح الفعلي ناقص الساعات الكلية هطلع لي ال 12 ساعة الوقت الاضافي وبالتالي بتطبيق قوانين ابتدي ان انا احل المسالة نخش على اللي بعديها نظام الاجر بالانتاج بيحدد الاجر في هذا النظام على اساس عدد الوحتاج المنتجة بصرف النظر عن المدة التي يستغرقها العامل في الانتاج يعني ايه يعني انا في المصانع ده غالبا دايما بيشتغل في مصانع ملابس الجهزة في المصانع بقول انا عندي كمية من الانتاج هطلعها انا هحسبك على القطع والنفترض ب 25 ارش طلع لي بقى عدد الانتاج قد كده يبقى العامل قاعد بيعمل العملية وشغل على اساس خاطر يطلع اكبر عدد ممكن من القطع عشان خاطر يوصل للفلوس اللي هو عايزه ده بيخلي العامل يشتغل بسرعة 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 ما يحصلش تكاسل مع العامل الشغل السريع ده بيعمل حاجتين ممكن تطلع اخطاء في الشغل ضعيب ممكن يطلع زيادة الانتاج دهيا وهو بيطبق ساعات واشتغل اشتغل انا بطلع كله عشان اطلع انتاج كتير ماشي يعمل ضعف للعامل او مشاكل صحية للعامل يبقى النظام الاجربي القطع على قد ما هو هو بيشتغل دايما النظام ده هو في مصانع ملابس الجهزة اول بتطلع القطع الوحدة ليه لان انا منتج بيطلع لي قطع بيطلع لي او عملية هو شغال عليها بتحسب عليها ازاي بتحسب انا اطلعت بحسب القطع بعشر ارش القطع بخمسة وعشر ارش على حسب ما بيحدد لي صاحب المصنع فالعامل بيشتغل على الاساس ده تمام طيب وبعد كده ايه اللي بيحصل اللي بيحصل انا عامل بيطلع بيقعد يشتغل يطلع انتاج انتاج ماشي ممكن كويس تسعين في المية يطلع منه كويس والعشرة في المية يطلع لي فيه عيوب نتيجة ان هو بيشتغل بسرعة ان ما كان فيها قطل نتيجة ان هو عايز يخلص عشان يطلع كمية انتاج كبير نتيجة انه هو تعبان نخش بقى نبص على المميزات وعيوب النظام ده مميزات النظام ده هو بيساعد صاحب العمل على تقدير تكلفة العمل لكل واحدة من وحدات الانتاج يحفز العاملين على بذل اقصى طاقة وزيادة في الانتاج شعور العاملين بعدالة في الاجر اه طبعا انا ما بشتغل وعارف ان انا هقبض انا بشتغل شغلي كتير وعارف ان انا اشتغلت كتير هاخد على قد شغلي اشتغلت قليل هاخد على قد شغلي عيوبه بقى يسبب اجهاد العامل لحرصه على زيادة الدخل العامل هيفضل يشتغل 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 عشان خاطئ يدخل اعلى يدخل تلوس اكتر يتطلب الملاحظة الدقيقة لمحافظة على مستوى الانتاج عشان ما يطلع عليش عيوب لازم يقفيه مرأبة جودة اهتمام العامل بكمية الانتاج يؤدي الى زيادة التالف ما هو لو قلت الجودة هيطلع القماء القطع بتاك دهيا فيها تالف فيها تالف او تطلع درجة تانية طيب بيتحسب ازاي لو صنع بعض مسألة هي قام احد العمال بانتاج 65 قطعة ملابس احنا قلنا النظام ده هو بيطبق اكتر في الملابس يبقى عدد القطع بتاكي قد ايه عدد القطع 65 قطع بعد اجراء عمية الفحص وجد ان خمس قطع غير مطبقة لمواصفات يبقى القطع التالف قد ايه خمس قطع يبقى القطع التالفة خمس قطع يبقى هو اشتغل قم قطع سليمة 60 قطع بس المطلوب ايجاد الاجر المستحق للعامل عن ما انبقى ان اجره في القطع 2 جنيه ونص عن الوحدة السليمة اجره للقطع السليمة 2 ونص جنيه هو عايز يعرف اجر العامل هياخد ايه هلا حاسبه على 65 قطع ولا حاسبه على القطع من غير واشين منها القطع التالفة لا انا بحاسبه على القطع السليمة بس بحاسبه على القطع السليمة من اللي بوازها ما انت اللي بوازتها احاسبك عليها ليه هو انت تشتغل وتطلع العيوب وحاسبك عليها ما ينفعش يبقى نيجي نقوله ان هو ايه اجمالي القطع السليمة بيساوي القطع كلها ناعس المعيوب اللي فيها عيوب القطع كلها قديه 65 المعيوب قديه خمسة يبقى عندي 60 قطع سليمة 60 قطع سليمة يبقى الاجر المستحق بيساوي عدد القطع السليمة فيه اجر القطع السليمة عدد القطع السليمة قديه 60 اجره في القطع السليمة الواحدة قديه 2 جنيه ونص يعني بيساوي 150 جنيه 150 جنيه يبقى هو ضيع من ايده الخمس قطع في الاتنين جنيه ونص يبقى هو ده هو كده خسرهم نتيجة انه هو بيشتغل بسرعة عشان خاطر يطلع عدد قطع اكتر يطلع عدد قطع اكتر نخش على النظام اللي بعديه حساب الاجر على اساس الوقت المعيالي على اساس الوقت المعيالي ده بقى ليه النظام تاني وطريقة تانية في الحساب خالص بيتحاسب ازاي دي بتجمع ما بين طريقة الاجر الزمني والاجر بالقطع ما برضو عشان خاطر انا خلي العامل وحسه انه هو يشتغل ماشي وما يطلع ليش عيوب وما يطلع ليش حاجة وفي نفس الوقت انا بحفزه طيب لازم اعمله حافز الاجر ده بيشمل للاثنين وده هو الشغال في بعض المصانع الكبيرة فقط المصانع الكبيرة فقط بنحسابه ازاي؟ يتم حساب الاجر المستحق للعامل على اساس عدد الساعات المعيالية اللازمة للانتاج يبقى الاجر العامل المستحق بيستير الوقت المعيالي في اجره في الساعة طيب نشوف مسألة المسألة بتقول لي بلغ انتاج احد العمال في الاسبوع 80 قطع بلغ انتاج احد العمال في الاسبوع 80 قطع يبقى انه هو انا ايه؟ عدد القطع 80 قطع المسواد ده يا بنات او ياولاد احنا بنطلعها عشان خاطر توضح نينا انا وانا بطلعها كده انا بقرأ المسألة كويس عشان خاطر افهمها طريقة حل التخطيط او المسائل لازم اقراها كويس جدا وانا بقرأها ارتها بطريقة سليمة هقدر احلها بطريقة سليمة المادة ده هي المادة مش وليلة عليها 60 درجة لازم نركز فيها كويس احنا دبلوم يعني محتاجين كل درجة بسهل جدا انت تجيب 60 من 60 طب ازاي بشوية تركيز شوية اقرب تركيز المسألة وانا بقرأ المسألة بقرأ المسألة ابتدي ان انا اطلع البيانات بتاعتي البيانات بتاعتي دي بتساعدني هي ممكن ما اطلعها عشان تساعد نفسك على انك انت تقرأ مسألة لغاية الاخر عشان تعرف تحلها وانت بتقرأها وتبتدي ان انت تكتب البيانات بتبتدي تفكر في طريقة الحل بتاعتك ازاي وتبتدي تجمع الافوار بتاعتك عشان خاطر تعرف تحل نكمل معنا يبقى عدد القطع في كلها 80 قطع فاذا علم ان الوقت المعياري محدد على اساس اتنين قطع في الساعة يبقى هناك وانحاق قال لي الوقت المعياري اتنين قطع على ايه على الساعة اتنين قطع على الساعة هو معدل الاجر في الساعة ماشي يبقى الاجر في الساعة قليك 5 جنيه عايز الاجر المستحق للعمل في الاسبوع يبقى لازم نجيبي الوقت المعياري احنا كده هون قال لي عدد القطع قدي ايه وقاللي اجره في الساعة قدي ايه ماشي طيب وقال لي ان هو الوقت المعياري ان القطعتين بترعولي في ساعة يبقى الاول خالص اعرف الوقت المعياري نجيب الوقت المعياري نوصل مع بعض الوقت المعياري بيساوي 80 اللي هي عدد القطع في 1 على 2 بيساوي 40 ساعة طيب جبناها ازاي دي مش هو قال لي الوقت المعياري نركز مع بعض قال لي الوقت المعياري 2 قطع في الواحد ساعة 2 قطع في الواحد ساعة يبقى 80 قطع بتوعي دي بيعملهم قد ايه 80 قطع دي هتتعمل في قد ايه يبقى ده اسمه الوقت المعياري يبقى الوقت المعياري بيساوي 80 في 1 على 2 يساوي 40 ساعة تمام كده جبنا الوقت المعياري نعرف نجيب الاجر المستحق اللي عامل الايوة يبقى القانون بيقول لي الاجر المستحق للعامل بيساوي الوقت المعياري في اجره في الساعة الوقت المعياري قد ايه 40 لسا نطلعين اهو 40 في اجره في الساعة دي 5 جنيه يعني بيساوي 200 جنيه بيساوي 200 جنيه تمام كده تمام يبقى كده عرفنا بنحسب اجر العامل ازاي بالوقت المعياري واجر العامل ازاي على حساب النظام الاجر بالقطعة واجر العامل ازاي بالاجر الزمني الوقت المعياري ده بيبقى لصالح العامل ان انا بيتحاسب على حسب عدد القطع وفي نفس الوقت انا بحاسبه بالساعات ده المصطحة ده بيدمج ما بين النظامين مع بعض نخش على اللي بعديه هنتكلم بقى ونخش ونقول نحسب كمية ساعة الاحواض ونعرف التكاليف ادي ايه ولو الحوض ده هو ان انا عايز احضر محلول بوزن كذا نوسع المسألة بتاعتك حوض على طوله مية وخمسين سنتي اه ده حساب ساعة الاحواض ماشي حوض طوله مية وخمسين سنتي يبقى الطول مية وخمسين سنتي العرض مية وعشرين سنتي الارتفاع مية سنتي ملئة بمحلول صودة كوية محلول صودة كوية بتركيز يبقى تركيز الصودة تلاتين في المية المطلوب عايز يعرف ساعة الحوض بالليتر والمتر المكعب عايز يعرف كمية الصودة الكوية المزابة واذا سحب من الارتفاع طول كذا عايز يعرف كمية الصودة المتبطية طيب نركز كده ونشوف ايه معنا الكلام ده انا بشتغل في الماكينات الماكينات دي لها اشكال احنا اخدنا في الحجوم الحصة اللي فاتت احنا اخدنا حجم المتوازي المستطلات وحجم الموقعب وحجم المربع وحجم الكورة وحجم الحوض المنشور وحجم البرميل طيب كل الماكينات بتاعتي ديها اشكال هندسية ديها حساب طيب انا بملا كده من غير محسب لا بقى في حسابات انا عندي قالك حوض على شكل متوازي المستطلات يبقى انا عندي طول وعندي عرض وعندي ارتفاع طول عرض ارتفاع استوانة نفس الكلام عندي مساح القعدة وعندي ارتفاع مساح القعدة وعندي ارتفاع طب هملا كده لا طب انا لازم احسب واعرف الحوض ده هو ساعة وقديه وحجم وقديه عشان اعرف تركيز المواد اللي بحطها وقديه ولو انا خدتي من المحلول ده هو كمية طب الكمية ده هين بساوي كام او التركيز بتاعي بساوي قديه او كده طب نحسبها ازاي نركز مع بعض بصوا بقى ولد اول حاجة عندي انا بجيب حجم الحوض يبقى حجم بص حجم متوازي المستطيلات بساوي الطول في العرض في الارتفاع الطول في العرض في الارتفاع تمام كده الطول في العرض في الارتفاع طيب يبقى هنعوض يبقى هيساوي الطول كام اهو مية وخمسين في العرض مية وعشرين في الارتفاع مية. نحسبهم بالقال الحزمة. مية وخمسين في مية وعشرين في مية وعشرين في مية. بيساوي مية وتمانية الف وتمانمية مليون وتمانمية الف سنتيمتر مكعب. تمام? هو عايزه بايه? قال لي عايزه باللتر والمتر مكعب. القانون بيقول لي مش القانون التحولات للتحويل من سنتيمتر مكعب الى لتر بقسم على الف. يبقى ازا حجم الحوض باللتر بيساوي. الرقم اللي تلع ده مليون وتمانمية الف على الف بيساوي الف وتمانمية لتر. الف وتمانمية لتر. تخلي بالنا مهم جدا جدا ان احنا نعرف ان انا كل شغلي باللترات. كل شغلي باللترات. هو عايزه بالمتر المكعب للتحويل من لتر الى متر مكعب بقسم على الف. يبقى ازا حجم الحوض بالمتر المكعب بيساوي الالف وتمانمية على الالف. يساوي واحد وتمانية من عشرة متر مكعب. دي اول حاجة. تاني حاجة هو طالب ايه؟ كمية الصودة اللازمة. كمية الصودة اللازمة. انا عندي قال لي ايه؟ 30 في المية صودة كوية. 30 في المية صودة كوية. القانون بيقول لي ايه؟ وزن المادة الكيميائية بيساوي. كمية المحلول في عدد الجرامات على الف. كمية المحلول في عدد الجرامات على الف. تمام؟ كمية المحلول بحسبها بايه؟ كمية المحلول باللتر. كمية المحلول عندي بحسبها باللتر. يبقى كل شغلي ايه باللتر كل شغلي باللتر يبقى كمية السوداء الكوية هتساوي كمية المحلول ان احنا مطلعينها باللتر اللي هي كام الالف وتمنمية انا كل شغلي في المحالين بتبقى باللتر كل شغلي بيبقى باللتر يعني هتساوي الالف وتمنمية في تلاتين على الف تلاتين على مية يعني هيساوي 24 540 كيلو جرام يبقى كمية الصودة الجوية بتاعتي 540 كيلو جرام طيب قال لك اذا صحب من المحلول حتى وصل الارتفاعه في الحوض 25 سنتي يعني الارتفاع بتاعي انا المحلول بتاعي هو الارتفاع هو انا سحبتي من الارتفاع ده الارتفاع بتاعي ده كان ما كان 100 سنتي انا سحبت الغاية بخليت 25 سنتي يبقى الباقي هنا 25 سنتي يبقى لازم اجيب حجم الحوض بعد الارتفاع بعد السحب القانون بيقول لي حجم الحوض بعد السحب بيساوي الطول في العرض في الارتفاع الجديد الارتفاع الجديد قال لي كام 25 سنتي الطول كام ما تغيرش زي ما هو الطول الطول 150 في العرض 120 في الارتفاع الجديد اللي هو 25 سنتي يبقى 120 150 في 120 في 25 بيساوي 450 الف 450 الف ايه جرام اه سنتيمتر مكعب سنتيمتر مكعب التمييز مهم عشبن اقصش في الدرجات انا بشتغل بالسنتي او لا بشتغل بايه بشتغل بالليتر يبقى حول يبقى للتحويل من سنتيمتر مكعب الى لتر بقسم على ايه على الف يبقى اذا الحجم الحوض بعد السحب بالليتر بيساوي ال450 الف على الالف بيساوي 450 لتر بيساوي 450 لتر تمام كده عايز كمية المحلول المتبقي خلاص احنا جبناها بتركيز السودة او كمية السودة الباقية كمية السودة الباقية طيب كمية السودة الباقية هنحسبها ازاي هي هيها بقى نفس القانون اللي هو بيقول لي وزن المادة الكيميائية يساوي كمية المحلول في عدد الجرامات على الف يعني كمية المحلول اللي هي كاملة هو 450 في 30 على المية خمسة وارباقية خمستاشر اتناشر ترتاشر 135 كيلو جرام 135 كيلو جرام تمام كده يبقى كده احنا قدرنا نحسب قلنا خلاص السحب من الارتفاق دي وقدرنا نحسب ايه المسألة بتاعتنا نخش على مسألة تانية ونشوف بتقول لنا ايه لط من القماش اه ايه لط ده لط يعني الكمية من القماش كلمة لط يعني كمية من القماش ممكن اللط ده يبقى عبارة عن ملفات عبارة عن استوانات او ملفات من القماش او مسألة لط ده في مية استوانة او مية ملف قماش يقم مية ملف قماش او عشر ملفات قماش او عشرين زي ما بيقول لي في المسألة لط يعني كمية لط من القماش الخام وزنه يبقى كده وزن القماش هو الدهوني ككلة هو اطلع كده ونقول وزن القماش بيسوي قد 7000 كجرام يزن المتر الواحد منه يبقى اسمه وزن ايه كلمة يزن المتر الواحد يعني وزن المتر الطولي وزن المتر الطولي 140 جرام 140 جرام يراد حرق وبرته من الواجهين اه هحرق وبرته القماش ده من الواجهين يبقى عدد المواقد اعرفها لكل وجه ايه كلها قالك على مكينة لها مباشر مباشر زاد اربع مواقد يبقى عدد المواقد قد ايه اربعة بواقع موقدين لاثنين من المواقد لكل وجه يبقى مواقد الوجه يبقى عدد مواقد الوجه بيساوي ايه اتنين بمعلومية ان المواقد الواحد نركز المواقد الواحد يستهلك لتر واحد من الكيلوسين يبقى دي اسمها معلومة نكتبها كده بلون مخالف عشان نبقى عارفين دي هنا معلومة المعلومة دي بتقولي ايه بتقولي ان الواحد لتر بيحرق ميتين وخمسين متر من القماش طالما اصابها مفتوحة يبقى القماش ككل طالما اصابها مفتوحة يبقى من كل القماش من كل القماش وسعر اللتر مديني هنا هوا سعر اللتر اتنين ونص قرش عايز كمية الكيلوسين وسعره طيب نيجي نرجع كده هوا قبل ما نبتدي نحل المسألة نقول احنا بنحرق وبرة القماش يعني القماش نبص كده هوا القماش هوا نشرحها القماش هوا بيمشي بيتم حرق الوبرة بتاعته من الوش او من الظهر او من الوش والظهر مع بعض او من الوش والظهر مع بعض طب انا بحرقها ازاي باستخدام مواقب بنزين مواقب باستخدام مواقب او لهب اللهب ده هوا قديه ده لهب هحط في الوش قديه وفي الظهر قديه دايما الوش والظهر بيبقى عددهم طالما هحرق من الواجه ومن الواجه ومن الناحيتين الواجه والظهر من الواجهين يبقى دايما الوش والظهر بيبقوا عدد المواقب متساوية قال لي اتنين في الوش واتنين في الظهر اتنين للواجه واتنين للظهر يبقى عندي اربع مواقب قال لي اتنين واحد في الواجه واحد في الظهر يبقى عندي موقدين على حسب ما بيديني في المسألة ممكن يديني يقول لي ست مواقب. مواقع تلت مواقع في الواجه وتلت مواقع مواقع دي الظهر. ماشي? يبقى على حسب ما هو بيديني ببتيجي ان انا احسن. يعني معناها ان انا عندي لهب مباشر. نبص كده. يبقى انا عندي هنا هو لهب. لهب. وهنا لهب. لهب. تمام? هاخرق وابرة القماش من الوش ومن الظهر. هاخرق وابرة القماش من الوش ومن الظهر. طيب انا احرقها ازاي? الموقت ده اللهب ده شغال بايه? شغال ببنزين او جاز. ببنزين او جاز. طيب هو بيطلع لي كمية ببنزين قديه. هو ده بقى البيد هاني. لازم في المسألة بيروح مديني المعلومة. لازم في المسألة بيكون مديني المعلومة. نبتجي نحل المسألة. طب هنا القماش بيمشي لي بالوزن ولا بيمشي بالطول. القماش بتاعي طالما ما تبلش يبقى لازم يكون عندي وزن طول القماش. طالما القماش بتاعي مش مغمور في المحلول يبقى لازم يكون عندي طول القماش. يبقى انا طول القماش لازم اجيبه اول حاجة. يبقى فكر كده هوا هاحرق وابرة القماش. قريت المسألة. يراد اجراءة ما يتحرق. يبقى ففكر كده اول حاجة ايه ده هاحرق وابرة الاماش يعني الاماش بتاعي مش هيكون مبلول يبقى لازم يكون عندي طول الاماش ابوص في المسألة عندي هو مديني طول الاماش ولا لا اه مدهوني لا مش مدهوني ابتدي نانا ابتدي افكر احل المسألة ازاي يبقى هنا هو في المسألة نبوص كده هو ان هو هنا في المسألة مش مديني وزن طول الاماش مديني الوزن يبقى اول حاجة نكتب في القانون بتاعنا نجيب طول الاماش نبوص مع بعض القانون بيقول لي طول الاماش بيساوي وزن الاماش في ألف على وزن المتر الطول وزن القماش كام 7000 في الألف على وزن المتر الطولي كام 140 بيساوي 50 ألف متر بيساوي 50 ألف متر تمام كده خلاص أنا كده هو جبت طوله القماش أنا هحرق من وش ومن الضهر يبقى بخد بعد كده على طول بعديها أروح واخد المعلومة بتاعتي حاطتها في نص السطر المعلومة بتاعتي بتقول لي إيه المعلومة بتاعتي قايت لي أن كل واحد لتر بيحرق 250 متر من القماش كله يعني من المواقع أربع مواقع بيطلع لي واحد لتر عشان تحرق لي 250 لتر ماشي يبقى كام لتر هيحرقولي طول القماش كله طول القماش اللي أنا لسا مطلعه اللي هو كام اللي هو الخمسين ألف متر تمام يبقى هامش هنا هاخد طرفين فوسطين هقولي أنه وان كمية الوقود للأربع مواقع مواقع أو كلها بتساوي هدرب طب معلومة هوا ده معلوم وده كده مجهول ده معلوم وده مجهول المجهول دايماً بيبقى في المقام المجهول اللي هو فيه كان 250 والمعلوم اللي هو الواحد فيه 50 ألف بيساوي قدي نحسبها كده مع بعض هساوي 200 200 لتر يبقى كمية الوقود كلها للأربع مواقع قدي 200 لتر طيب نشوف سعرها قدي يبقى سعر الوقود بيساوي كمية الوقود فيه سعر اللتر كمية الوقود اللي هي المتين فيه سعر اللتر قال لي 2 جنيه ونص يبقى اضربها المتين فيه 2 ونص هساوي 500 قرش بيساوي 500 قرش بيساوي 500 قرش تمام كده ماشي يبقى احنا كده هون حسبنا كمية الوقود بتاعتي وحسبنا السعر بتاعي سعر الوقود بيساوي كمية الوقود في سعر اللتر يعني 200 في المتين ونص بيساوي 500 قرش طب ده كده هون للأربع مواقد طب انا عايز هو قال لي عايز يعرف الوجه الواحد بيتكلف قد ايه ماشي الوجه الواحد فيه كم موقد الوجه الواحد فيه موقدين كمية الوقود اللي تلعت كلها تلعت قد ايه تلعت من الأربع مواقد يبقى ما يجي اكتب القانون بتاعي يقول كمية الوقود كمية الوقود للوجه الواحد بيساوي كمية الوقود كلها على عدد مواقد الوجه كمية الوقود كلها اللي هي كام اللي هي طلعت 200 لتر عدد مواقد الوجه هادي 2 بيساوي 100 لتر طب لو قال لي عايز المواقد الواحد يبقى كمية الوقود للمواقد الواحد بيساوي كمية الوقود كلها على عدد المواقد كلها كمية الوقود كلها اللي هي كام اللي هي 200 عدد مواقد كلها هي كام 4 يعني بيساوي 50 لتر يعني المواقد الواحد يعني لو رجعنا هنا هو هنقول إن الموقض الواحد ده هو ده مطلع خمسين وده خمسين وده خمسين وده خمسين يبقى الوجه الواحد مية والوجهين متين تمام كده طب لو هو نفس المسألة ده هي بس غير لي في المعلومة نفس المسألة عشان نفرق لازم نركز كويس قوي في المسألة ونقرأها غير في المعلومة يبقى نفس المسألة ده هي غير في المعلومة هنا هو بدل ما يقول لي نركز هنا بدل ما يقول لي ان المواقد كلها بتطلع لي اللتر واحد هيقول لي المواقد الواحد بيطلع لتر لو غير لي هنا في المعلومة قال لي الواحد المواقد الواحد واحد لتر اللي كل ماشي 250 متر ادقالة بيتبقى المسألة عندي اتغيرت المسألة تماما واتغيرت النتيجة تماما نحلها مع بعض طبعا احنا جبنا طول القماش لكن هنكمل ونقول احنا بنحسب عدد كمية الوقود كلها ازاي هناخد المعلومة الجديدة دي ونحطها في وسط السطر المعلومة الجديدة بتقول لي بتقول لي ان الواحد لتر نركز مع بعض بتقول لي ان الواحد لتر الواحد لتر بيحرق 250 متر ماشي للمواقد الواحد تمام كده للمواقد الواحد يبقى قد ايه هيحرق اللي القماش كلها اللي احنا طلعناها اللي هي كان الكام اللي هي خمس تلاف متر من خمسين الف متر من القماش اللي هي خمسين الف متر من القماش هتحرق لي قديه ماشي من القماش هتحرق لي قديه يبقى نقول هنا هو ان بقى ما اجي اقولها اقول كمية الوقود للمواقد الواحد بيساوي واحد فيه خمسين الف على المتين وخمسين بيساوي متين لتر بيساوي متين لتر يبقى المواقد الواحد طلع لي قديه متين يبقى الوجه الواحد هيطلع لي قديه هضرب في اتنين طب نعملها ازاي يبقى نقول كمية الوقود للوجه الواحد بيساوي كمية الوقود للمواقد الواحد فيه اتنين طب ضربنا في اتنين ليه عشان عدد مواقد الوجه اتنين او بقول فيه عدد مواقد الوجه طب لو عدد مواقد الوجه تلاتة بضرب في تلاتة لو عدد مواقد الوجه اربعة بضرب في اربعة يعني بيساوي المتين في اتنين بيساوي 400 لتر الوش بياخد 400 لتر الوش والظهر بقى هياخد قد يبني لكو الكمية الوقود كلها بيساوي كمية الوقود للموقت الواحد في عدد المواقد كلها كمية الوقود للموقت الواحد 200 عدد مواقد كلها كام 4 بيساوي 800 لتر شفتوا تغيرت ازاي المسألة طيب هتجيب بقى سعر الوقود بيساوي كمية الوقود كلها في سعر اللتر كمية الوقود كام 800 في سعر اللتر 2.5 قرش بيساوي نحسابها مع بعض 800 في 2 ونص بيساوي 2000 قرش المسألة بتاعتي اختلفت تماماً من انه انا اقول بحرق وبرت القماش ليه الموقت واحد بس اللي بيطلع لكمية الوقود او الوقود او الاربع مواقد اللي بيطلع لكمية الوقود الموقت الواحد لما طلع لي وحسبتها عليها دي بتختلف عن دي تماماً نركز ونفهم كويس المسألة بتقول ايه عشان نعرف نحل المزبوط تمام كده يبقى عرفنا نفرق دلوقتي الفرق بين انه انا هقول هحرق وبرت القماش من الوجهين عندما نبقى انه المعلومة دي اللي افكر فيها واشوفها المعلومة دي كويس قوي لما نقول لي احرق وبرت من الوجهين افكر وقر المعلومة كويس وقرها مرة واثنين وتلاتة عشان افهمها هل كمية الوقود دي طلع للموقت الواحد ولا سيبها لكل لو ما اتكلمش في المسألة لو جابها ما حددش للاربع مواقع دي يبقى لكل للموقت الواحدة ولازم بيقول لك كمية الوقود للموقت الواحد في المسألة لكن ما كتبهاش يبقى معناها ان كمية الوقود كلها اللي بتحرق 250 متر قماش لازم ادور على المعلومة حرق الوابرة ادور على المعلومة اللي بيدهاني ادور على طول القماش موجودة عندي ولا لا طول القماش موجودة عندي ولا لا بكده يبقى انت عارفت تتاحل مسائل حرق الوابرة ازاي نخش على المسألة اللي بعديها افكسوا معي اوجد حجم حوض طوله 250 سنتي وعرضه 160 سنتي وارتفاعه 125 سنتي دي مسائل تانية على ايه الارتفاعات يبقى نقرأ المسألة حوض ما قاليش بقى هو قالي طول وعرض وارتفاع ماشي الطول 250 سنتي ومدين العرض 160 سنتي ومديني الارتفاع 125 سنتي ازاي ملقى الحوض بالماء لغاية ارتفاع 75 سنتي وازيبت فيه كمية من السودة الكوية وزنها 60 كيلو جرام فما هي نسبة تركيز المحلول ماشي انا عمل الارتفاع 75 سنتي وزوب كمية السودة او مديني هنا كمية السودة 60 كيلو جرام هو ايز تركيز المحلول طب هو كده جاب لي المسألة بالعكس جاب لي المسألة بالعكس طيب نفكر في المسألة ده هي مع بعض ماشي ونحاول نحلها مع بعض مع بعض ونشوفها ونراجع القوانين بتاعتنا ونشوف هنحلها ازاي ونأتبارها دي واجب وان شاء الله الحلقة الجاية نبقى نكمل مع بعض ونشوفها ازا كنا حلناها مع بعض صح ولا لا وإلى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ونحط الله بركاته